ريت تحرب أهلا وسهلا فيك باليوم على الحرد هيك تجارب مرفية بحياتنا بحس أنه بتقوينا مثل ما أنت قلت أنت قوي ولكن اليوم كل إمرأة اللي عم تحضرك أنت مثل جميل جداً شكلياً ومضموناً لكل إمرأة عم تحضرنا خبريني شو بتقالي لليوم يعني أنا دايماً بأمن أنه المرأة هي مخلوق قوي كتير وبيتحمل كتير وهيدا اللي بيميزنا عن الرجل إذا بديك أنه المرأة قادرة تتحمل وقادرة تحمل كذا بطيخة بأيد وحدة يعني نحن نحمل ومنولد ومنربي ومنشتغل ومننجح بشغلنا ومننجح بالمجتمع كفرد من المجتمع يعني بارت من المجتمع صدقاتنا العزايا الـ social life الـ social life نحن نفعل كل هذا في الوقت يعني كل هؤلاء اللي منقدر نعملون وبتلاقي أنه في نماذج نشحين فيهم كلهم طبعاً عم نحكي عن الأكثرية فالمرأة العربية هي المرأة بشكل عام مخلوق قوي والمرأة العربية بعد أكثر والمرأة اللي بتتحدى حالها بيطلع مننا أكثر قد ما نحك حالنا أكثر قد ما يطلع مننا أكثر قد ما يطلع مننا أكثر قد جوال مهضومة جوال على فكرة جوال مهضومة وبالضحة وشريرة وغيورة كيف يجتمعوا كلهم هيدون لخبرينه هيدا هو التحدي بالدور لأنه قدرنا نجمعهم كلهم مع بعضهم صعب يا جوال دور صعب نعم صح دور صعب بس هو مع الوقت كمان كيف بتصيري تحكي الدور أكثر بصير يطلع منه أكثر كيف تحضرتيله حضرت المسلسل التركي؟ أنا حضرته للتركي قبل ما أبلش بالتصوير حضرت المسلسل كله شوقني كتير يعني قول أنا مثلا يلا هلأ بعد بحتر حلقة وخلص ما أقدر لأ صار هيك كيف بدأ أرش يلا حلقة بعضها حلقة بعضها حلقة بعضها فقلت أنا لأ أنه خليني فوت فيها تجربة حلوة وجعت بعدين خلص حطيته عجنب وبنات جوال جديدة كيف بنايتها بطريقة ما نقول نحن أنه رتع أو جوال هي نسخة طبق الأصل عن الشخصية التركية؟ ومشي حدا بيقدر يكون نسخة طبق الأصل عن حدا تاني هاي أنا مطلق يعني أنا عند دائمين ما حدا بحل محل حدا في مطارح للكل بس كل واحد عنده كيان وشخصيته فأنا ما حكون يمكن هي أحسن مني بس أنه ما حكون حدا تاني في أنا في أنا كيف بنات الشخصية كيف بناتها؟ يعني النص بيساعديك الدور أنه شو بديك تطلعي منه شي جديد بتشوفي إنه شو بتحب شو بتكره شو بس هي عم تلعب بكل المسحات؟ يقاص للقوة بيشتغل على عيوني على ردات فعلي هي إنفعالية كمان كتير تفضح حالة بكتير مطارح ما بتعرف تخبه فجربت يعني تبني من العالم من حوالي المثل كتير هو شخص كتير بيرائب الناس اللي حواليه يعني عينه مثل كاميرا بيصور كل شي يعني منشوف ردات فعلي الناس اللي بيعجبنا مناخده يعني كتير قريب من الحياة وهو وماشي عالطريق كل شي عم بيسجله وبينقى أو بيسقط اسقطات لما يعوز من هالناس الموجودين بالحياة تاة ريتا خلصت تصوير جوال واليوم عم تشوفي أنت والمشاهد العربي جوال على الشاشة خبرينا أدي حاببتيها أنت اليوم كمشاهد عربي يعني كيف عم تحضريها بحب ولا أنا ترتيها عالدقرة لجوال بكل شي خبرينا أنا شخص كتير بخاف أنا وعم بحضر مع حدا اليوم شي أنا كمان عم شوفه لأول مرة يعني أنا عم شوف النتيجة فعندي رعب قلق خوف بس بنفس الوقت عندي فرح لأنه بعرف وعندي إيدي بمي بردة عندي ثقة بالمخرج أنذر بالكرول ككل الكتير كبير من لبس لميك أب لشعر لتصوير لأنتاج لأخراج اللي يشتغلوا بيحب هالعمل وتعبوا فيه فأنا عارفة أنه حتطلع النتيجة حلوة عند الساقة بس اليوم لما عم شوف كيف مركبين وشو اللي نشال وشو اللي نحط وكيف طلعنا على الهوى أكيد عندي خوف بس وعم بنتقيت يهون مكان لازم تعمليك يهون كيف طلعت يا الله ما فيك تحضر أنتوا هيكي أنه خي خلص العمل خي طلع لهوى خي شو حلو ياريت ياريت تعلمين ما فيك مواضيع ستيلتو منا مواضيع سطحية يعني اليوم سوب أبرا عم تعرضوا فيه مواضيع تنمر شفت خيانة شفت حب شفت مواضيع نسائية مسيطرة لامرأة بهالمسلسل هذا عمل ايه مسيطرة برئة يعني أكيد الشباب مناورين المسلسل حبيبات الشباب بس هو يعني ولكن انتوا كاسحين خبرين من الكعب من السيلتهم خبرين ايه صح يعني عمل عم يحكي عن امرأة هم فيه من كل شي يعني فيه طبقة غميئة جدا بتفوت بالعمق بعلاقاتنا الزوجية علاقاتنا الحياتية الصدقات مفهوم الصدقات الجرح الكبير التنمر وشو يعني هون عم نفرجي وجه التنمر يعني شو ممكن قد ممكن يوصل ليدمر حياة أشخاص ويمكن أوقات ناس بتقصد تتنمر وأوقات فيه ناس من غير قصد بس عم نفرجيها النتيجة قد مرة عم نفرجي الغيرة لوين ممكن توصل الغيرة من الأصدقاء والغيرة بالحب عم نفرجي العلاقات المش مبنية زوجية على قصص متينة لوين ممكن تروح عم نفرجي لما كل إنسان فيه بداخله خير وشر بس دايماً بنسعب الحياة لنعلم نسبة الخير وأنا بآمن أنه كل شي بتاعتي بيرجعلك بتعطي شر بيرجعلك شر بتعطي حب بيرجعلك حب يمكن يخد وقت دا سيبدو يرجعلك هيدا الحياة فنحنا قديش تغلنا على الشر باستيلاتو نحنا كنساء لأنه نحنا الأصل بالبلا فنحنا قديش تغلنا على الشر وبديكتون ترى للحلقة التسعين لتشوفة قدي حيرجع لنا أو للحلقة تسعين أكيد لكان شو الحلقة التسعين ببدا تكون عتل ريتا إيجاد دور لريتا ولا؟ لا لا مش معقول كاسينك شو صح يعني فضيعين يعني ما أقول هلأ إذا بتخيل مثلا ريتا بين الأربعة كل الأدوار محل ريتا اي كلهم محلهم صراحة يعني إجايك الدور خالص ومخلص انا جوال يعني وما بدك تكوني غير جوال لا لا أنا جوال حتى بطل بدي أطلع منه يعني فرد البيت يقولولي بناتي طب ما أنه خلصنا جوال تاني عمل طويل لقلك من بعد عروس بيروت اي بس عروس بيروت أنا كنت ضيفة فهو أكيد عمل طويل بس بالنسبة لقلي ما كان يعني أول عمل طويل أنا بعد بيروت شكرا لقلك ريتا حارب شكرا لقلك شكرا لقلك شكرا لقلك شكرا لقلك